السلام عليكم احنا اخذنا محاضرة الكانسر واخذنا محاضرة الاولى والمحاضرة الثانية معلومات كلها اولية عن الكيومر اور الكانسر شقد ما نبحث شقد ما نطي معلومات عن الكانسر هي ناقصة لانه موضوع شبير كلش ويحتاج الى نوع من التفصيل احنا نحاول نلملكم المعلومات المختصرة مع الصور حتى تكون عدكم فكرة كاملة عن الكانسر اليوم المحاضرة المحاضرة الثالثة والرابعة لان هاي المحاضرة سنقسمها الى جزئين الجزء الاول هو المحاضرة الثالثة وموضوع الكانسر ونيوبلازم والجزء الثاني المحاضرة على السبوع القادم اللي هي المحاضرة الرابعة بنكون بيج حالة اخذنا فكرة كاملة تقريبا وواضحة ومبسطة عن التيومر او الكانسر المحاضرة المحاضرة مالتنا اليوم نومني كليتشار ان كارسترستيك او في تيومر كيفية تسمية شون نسمي تيومر بسيس بناين او ماليجناند او بسيس ساركومة او ادينو كارسينومة شون نسميها عليها اساس وشنو الكارسترستيك فيتشار او في تيومر ونركز هنا على السايتولوجيكال كارسترستيك فيجل يعني شحدف بالخلية داخل الخلية اللي من نفحصها اندر مايكروسكوب نقول فيس او تيومر او او كانسر سيل اكو فات فيتشارز بالخلية بالتركيب الاساسي للخلية هي اللي تخلينا نقول نقشر فيس او او كانسر سيل لذلك قبل ما ابدي لازم اخذكم في الجولة تفصيلية عن الفونكشنال كومبيننت وبين سايتوب لازم يعني تركيب الخلية الطبيعية وطبعا انتو هذا خفتو بالبيولوجي خفتو بالهيستولوجي عندكم معلومات عنه بس راح اخذلك الديتي المالتا يعني الديتي المالتا لانه راح من اخذ السايتولوجيكال فيتشار اوف ذا كانسر راح نشوف اكو تغيرات بالنيوكلياس اكو تغيرات بالنيوكليولاس اكو تغيرات بالكروما تي داخل النيوكلياس فذن شوي خل ناخذ فكرة عنها ولو بسيطة عن النورمال ستركتشار او بسيط اندر الديتي المالتا مثل ما تعرفون every cell consists of the cell membrane هذا the cell membrane وهذا زين اللي حيطنا السايتولازم و inside of السايتولازم bounded by the membrane هذا السايتولازم membrane أو السايتولازم بي ايضا سيلية نتوءات السايل membrane داخل السايتولازم we have certain specific structure for example rough endoplasmic reticulum وسنعرف شنو الفنكشن مع rough endoplasmic reticulum يعني endoplasmic reticulum two type rough وسنعرف ليه اسموه rough اللي الموجود عليها ribosome and smooth endoplasmic reticulum راح نعرف شنو الفنكشن بين الفرق بين smooth وال rough بعد شعدنا golgi apparatus راح نعرف شنو واضيثتها mitocondria lysosomes كل structures موجودة هنا بالسايتولازم أو بالنوكلياس إلى functions microfilament إلى functions smooth endoplasmic إلى so on هسا نيجي ناخل السايتولازم عبارة عن fluid portion of the cell cell بها تتكون من cell membrane cytoplasm and the nucleus السايتولازم هو fluid portions of the cell هذا صورة مكبرة إلى cell nucleus يعني هيا cell nucleus زين under electron microscope بها بها nucleus أو the nucleus of the normal cell بها what we call هذا envelope مالتها nuclear envelope membrane وبي وبي nuclear pores بها nucleolus a chromosome okay and chromatid okay chromatid موجود inside the cell أو inside the cell nucleus okay i want cell structure and functions صورة مجسمة cell membrane nucleus nucleolus rough endoplasmic reticulum okay the smooth endoplasmic reticulum وشوفوا ال ribosome الموجود على rough endoplasmic reticulum this is the golgi apparatus okay golgi apparatus lysosome okay هذني رح نعرف mitochondria رح نعرف function of V نيجي على nucleolus كل cell بها nucleus وبعد nucleolus the nucleolus most of the cell بها two or more nucleolus two or more it is direct function مالها functional function of nucleus direct synthesis of RNA مسؤول على نعري وبعد it form the ribosome فإذا الribosome وين يتكون الribosome inside of the nucleus وين بال nucleolus وين نقل الribosome من ال nucleolus المن إلى rough endoplasmic reticulum إلى ويطلع خارج الخلية إذن functions of the nucleolus is the synthesis of RNA and the form ribosomes بعد nuclear envelope اللي هو cell membrane اللي يحطونا the nucleus okay اللي بي pore بي فقو اللي هو separated the nucleus from the rest of the cytoplasm هذا يفصل الن nucleus على cytoplasm double membrane بي and has pores بي فقو هذا بي pores أو فقو نيجي ن we have the two type of endoplasmic reticulum smooth endoplasmic and rough endoplasmic اللي يسموها smooth شنو وظيفة this is the smooth endoplasmic reticulum and this is the rough endoplasmic reticulum ليش الrough endoplasmic موجودة قريبة من نيوكلياس لأنه لنيوكليولاس تصنع الريبوسوم وين تنقل تنقل الrough endoplasmic reticulum شنو لعد وظيفة الrough smooth endoplasmic reticulum it is symphysis steroid detoxify poisoning خاصة الكحول transport substain regulated calyceum level for the muscle contractions كل خلية كل structure inside of a cytoplasm inside of نيوكلياس إلى function ما موجود عبثا مثلا rough endoplasmic مسؤول عن symphys steroid which is important for the cell detoxifications transport substrate and regulated the calyceum level منو منو ها smooth endoplasmic reticulum اجي بعد ما بيها smooth endoplasmic reticulum ما بيها ribosomes زين but but symphys enzyme that help build molecule يعني ايضا تشترك بالbuilding of molecule مثل carbohydrate أو libit بالاضافة الى وضائفها steroid detoxification transport و regulation ايضا هي عدها enzyme which is held to build molecule مثل libit and the carbohydrate بعد نجي على rough endoplasmic reticulum هوا دين الريبosome اللي ينصنع وين بالنيوكليولاس وين يطلع يروح على rough endoplasmic attached to the surface دين فهو it is a manufacture proteins not all الريبosome attached to the rough مو كل الريبosomes attached to the بس تعتور rough endoplasmic هو manufactures of the protein اللي يطلع عن طريق الريبosome بالنيوكليولاس many modified protein from the riposomes فمن الريبosome ينصنع بداخل النيوكليولاي يروح الى rough endoplasmic reticulum اللي هي عبارة ribosome عبارة عن modified proteins يعني عبارة عن هو protein protein ينصنع داخل ينقل عن طريق الريبosome الى صنع داخل النيوكليولاس ينقل عن طريق الريبosomes وين يروح على surface of rough endoplasmic reticulum فإذن الريبosomes عبارة عن modified proteins عبارة عن protein موجود على surface of the rough endoplasmic reticulum إذن this is rough endoplasmic reticulum two membrane بها this is riposomes شنو هاي النقاط السودي riposomes شنو معناتها اللي هي عبارة عن البروتين اللي ينصنع داخل النيوكليولاس اوكي transported اللي ينقل منه transported اللي هي smooth endoplasmic reticulum إذن عرفنا عرفنا شنو وظيفة rough endoplasmic reticulum اللي هي تحمل الريبosome ببروتين وعرفنا شنو وظيفة smooth endoplasmic reticulum صنع الستيرويد regulated calycium و synthesis molecular proteins or livid اجي على another structure inside of the cell اللي هي golgi apparatus اللي عبارة عن organelle ذن يسموه تيزب organelle مو organ organelle inside of cytoplasm اللي هي golgi apparatus rough endoplasmic reticulum smooth endoplasmic reticulum ribosomes كلها بنسمها organelles هاذا golgi apparatus اللي نشوفها داخل الخلية golgi apparatus هاي داخل الخلية هي عبارة عن sac هاذا golgi apparatus عبارة عن sac membrane structures membrane structures هاذا عبارة عن modify molecule and package them into the small membrane bounded sac called physical هاي عبارة عن مخازن مخازن للمواد اللي تنصنع داخل الخلية انت شون مثل الجلط اللي موجودة زين تروح المواد اللي تنصنع داخل الخلية تروح يسأولها package تتغلف بواسطة physicals أو sac وتنقل فإذن golgi apparatus يشبوها عبارة عن packages يعني وظيفتها فقط تنقل المادة تغلف ها package وتنقل ها فإذن involve in the synthesis طبعا ال golgi apparatus هي عبارة عن membrane يحيط أو sac أو physical موجود داخل موجود داخل مواد تصنع الخلية من تصنع الخلية هاي المواد تتجمع وتلف بداخل جلطة أو ساك شنسميها سميها golgi apparatus فإذن golgi هو membranes أو ساك أو vesicles أو okay هاي packages تزد المواد وتتغلف وتتغلف وتصير على شكل vesicles وتنقل الجلطة 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 عبارة عن involving the synthesis of a plant sale بلا plant sale تزوال develop تشبهوها كأنما packages and shipping and shipping station of the sale the sale فهي عبارة عن packages and shipping station of the sale شوف المواد هنا زين تحاط بسط membrane أو vesicles وتطلع تتغلف على شكل vesicles مثل الساك مثل الكيس مثل الجنطة okay وتنقل إلى غير منطقة أو إلى منطقة أخرى داخل السايتو فلازم إذن functions of the golgi apparatus عبارة عن molecular pink of separated sac عبارة عن كيس منفصل زين منفصل هذا الكيس ينفصل وعن الجولجي apparatus separated عن الجولجي apparatus هاي الفيزيكل كومباين وببلازما مامبراين تسكريد زين هاي هاي بها مواد تنقل إلى أن تطلع لبر خارج الخلية فإذن الجولجي هي عبارة عن مأباخرة تحتوي على عدة حاويات اللي هي الفيزيكلز تنقل المواد التي تصنع داخل الخلية وإلى طلعها خارج الخلية حتى يستفاد منها الجسم هذا صورة توفيحية يعني صورة توفيحية الريبوسوم ينصنع داخل نيوكليولوس ينقل يروح على surface of the rough endoplasmic reticulum أوكي rough endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum تنقل هو هذا البروتين اللي هو البروتين اللي ينصنع هنا اللي ينصنع بالنيوكليولوس واللي صار على surface of the rough endoplasmic cuticulum بعدين راح الى transport part اللي هو منه اللي هو rough endoplasmic cuticulum ودائلما هذا نقل هذا البروتين اللي هو synthesis البروتين نقل حتى يصدر منه يصدر ياخذ ياخذ ال golgi apparatus يحيط بحاويات يخلي بحاويات على شكل secretory physical وهاي الحاويات تنقل خارج الخلية secreted exhausted يعني يعني تنقل هاي الساك الجنطة اللي تحتوي على البروتين تنقل عن طريق ال golgi apparatus الى خارج الخلية حتى يستفاد من الجسم بحاويات عملية synthesis وعملية packages إحاطة للمواد وعملية نقلها خارج الخلية كلها هاي تم عن طريق ال organelles عن طريق structure inside of the side of lasm اللي هاي تبدي من النucleolus الى rough endoblasmic الى smooth ال golgi apparatus وتطلع الى خارج الخلية اجعل هاي كل هاي الفعاليات اللي تحدث النقل والpackages النقل تحتاج الى energy من يوفر لها كهرباء او طاقة او بنزين من يوفر لها الميتو كونديريا الpowerhouse of the sale مولد او الطاقة الكهربائية اللي تولد نه زين داخل الخلية من الميتو كونديريا هو energy production عن طريق الاسير اللي سمو ATPS او عملية التنفس مع الخلية يعني حياة الخلية طاقتها طور مع الميتو كونديريا ولبالك الميتو كونديريا make me might ly زين من الترجم الميت لترجمها يعني اتمنى الترجمات عظيم تجعلك عندك طاقة للتحرك وهذا تجعل تشعر بالعظمة وتفتخر انه عندك طاقة وتتحرك فيها فإذن الpower point أو الpower ما للخلية powerhouse هو الميتو كونديريا اللي تتأول من two membrane outer membrane and inner membrane من كل هاي العمليات عمليات النقل وعمليات التوليد أو الطاقة الموجودة شرح تفهرنا داخل الخلية تفهرنا وست product فضلات من العمليات اللي تحدث داخل inside of cytoplas ونوكلياس هاذا الوست product material and food within the sales لازم شنو لازم break down هاي تتحلل الوست product into the base component with the strong digestive هاذا الوست product بمواد ضر بتجي الانزايم اللي يتولدها اللايسوسوم تهضم الوست product تحول الى مواد غير ضر او تقتل المواد ضر بها داخل هاذا داخل اللايسوسوم اكو the enzyme complex مسؤول على digestive وغا west material من يوفرها يوفرها اللايسوسوم اوكي يوفرها اللايسوسوم اذن اللايسوسوم يحتوي على digestive enzyme function مالت aid cell renew اكو old cell خلايا صير قديمة الشيخ تصبح غير فعالة هاي تيجي الـ digestive enzyme تلتهمها و digest invaders شنو invader الغرباء المهاجمين اللي يدي يأذون الخلية زين toxic substance كلها الحماية الحماية مال الخلية هي بواسطة اللايسوسوم تفرز digestive enzyme هذا اللايسوسوم الفيسيكل مثل ما قلنا هي عبارة عن اكياس عبارة عن اكياس نشوفها داخل من الـ elektromicroscope نشوف داخل الخلية عبارة عن فيسيكل موجودة زين شفناها هنا عبارة عن فيسيكل موجودة داخل الخلية لو نباوع صور الخلايا الفيسيكل هذا اللايسوسوم داخل الخلية وغيفته دار يريد نطلع الفيسيكل هاي هنا اصور زين يعني عبارة عن ساك فيسيكل عبارة عن الساك موجودة موجودة داخل الساك توبل لازم هاي الفيسيكل اللي قلنا عليها عبارة عن عبارة عن حاويات حاويات تحتوي على ساك ممبرين عبارة عن حاويات تنقل ترانسپورت ماتيريال وغيفة من الفيسيكل هاي الفيسيكل وغيفة القولج أبارتص اللي عبارة عن جن الشب pacيج عبارة تغليف و نقل ترانسپورت ماتيريال مسؤول عليها القولج أبارتص أكو فراغات مرات نلقاها داخل القلية هيا دائما نشوفها بالبلانت سيلز مور كمان بالبلانت سيلز وهايا نشوفها لأنه عبارة عن ستورج ساك وفوافحها بالبلانت سيلز بالخلايا النباتية اللي تحتوها على ووتر فود ووست إذن اختصارا للشرح معنا كله نشوف النوكليولوس تصنع عنا الريبوسوم البروتين ينقل عن طريق الريبوسوم الريبوسوم تشوفه على السيرفس والذلك اسموها رف اندو بلاسما كريتوكولم وعن طريق سموث اندو بلاسما كريتوكولم تنقل البروتين عن طريق المترجم البروتين عن طريق الريبوسوم وين تروح للغولجي أبراطس يسوي لها باكتج ويغلفها وينقلها إلى خارج الخلية اذا عملية دقيقة وعملية مستمرة داخل السيل عن طريق الأورغانيال نقصل بالأورغانيال رف اندو بلاسما كريتوكولم سموث اندو بلاسما كريتوكولم جولجي أبراطس ميتو كونديريا وبعد هاي جولة من النورمال ستراكتشار هسا اجي من اشوف ابنورمال سيل يعني يجي لنيوبلازم المرب الخبيف كل هاي العملية المنظمة مال الخلية والسيل ديفيجين كلها يقربطها فعبارة عن من اقول what is neoblasm يعني هاي المحافرة صفتها شنوها عبارة عن سؤال وجواب شنو معنات neoblasm شنو معنات الورم الورم هو عبارة عن نيوغروف زين كل نيوغروف اسميه نيوبلازم او تيومر فإذا انا دا اتوسع بالتيرم او تيومر او نيوبلازم شنو تعريف اني نيوبلازم it is a new growth شنو تعريف التيومر it is a new growth اذن نيوبلازم هو abnormal growth of the mass of tissue عملية نمو غير طبيعي جاية من excessive proliferations عملية توليد خلايا مطورة مستمرة that escape normal limitation regulations انا عدي بالجسم بالnormal بالnormal السيل الخلية الخلية مو تنقسم كيفها اكوعدها تنظيم واكوعدها limitations من افقد هاذا ال limitations وال regulations تنفقد هاي السيطرة على تنظيمها والسيطرة على حد من انقسامها انقسامها اسمي abnormal growth عفو او cell proliferations فإذن نيوبلازم abnormal growth ناتجنا من excessive cell proliferations that escape فقد السيطرة من the limitation و regulation وكل ما بقى وكل ما بقى كل ما بقى هذا الاستيميولاس الخارج من الإشعاع او مادة مصرطنة راح تستمر بالانقسام الغير طبيعي even after the cessations of the stimuli حتى من اشيل المادة المسيطرة المصرطنة راح تبقى الخلية تنقسم بين انقسام غير طبيعي اذا انا انا لازم انتبه على الاستيميولاس ما اخلي الخلية تتعرف الاستيميولاس وبعدين يصير بها abnormal growth ويصير cell proliferation ليش لانه راح افقد السيطرة او افقد التنظيم والسيطرة على growth تبقى الخلية تستمر بالانقسام لذلك اشوف النيوبلازم cell تستمر تنقسم وصير ملغنة وتنتشر اذا الهدف من المحافرة مالتي اذا خلصت المحافرات مالتي اللي خاصة بالكنسر راح لازم اعرف اجاوب على هاي الاسئلة اللي موجودة اذا اعرفت اجاوب على هاي الاسئلة انا اكون فهمت موضوع الكنسر او النيوبلازم او التيومر شنو تعريف النيوبلازم نيوبلازم نيوبلازم لازم اعرفة اكو فرق نيوبلازم شنو البيزيك كومبيننت او بأني بلازم شنو المكونات مال اي ورم سرطاني نيوبلازم زين شون اعرف نيوبلازم راح اصنف النيوبلازم اصنفه الى according to على اساس الى clinical behavior شراسته او تصرفاته زين وعلى السيلة مين جاي هذا السيل هاي لازم اجاوب عليها and define and describe the term of differentiation شنو معنات differentiation سمعنا بيها بالمحاضرة الثانية it is well differentiated poorly differentiated moderately differentiated راح زين اوضحنا بالمحاضرة شنو معنات anaplasia and what are the cytological criteria of malignancy افحص خلية under microscope زين اشوف بيها تغيرات زين سايتولوجية واقول this is malignant cell شنو هاي التغيرات سايتو بلازمك او malignancy زين identify and characteristic of neoblasm بصورة عامة الورم الخبيث شنو الصفات مالته وبعديا اخير المحاضرة شنو معنات epithelial dysplasia او carcinoma incyto هاي المحاضرة كلها اللي راح اقسمها الى قسمين راح اقسمها الى جزعين هذا الجزء بالمحاضرة متلافة والجزء الاخير راح ناخذها ان شاء الله سبوعا يجي هسا اجي اسأل سؤال are all new growth consider neoblasm اعرفت neoblasm it is abnormal growth زين كل abnormal growth هو neoblasm لا not all new growth are neoblasm ليش اكو عدي new growth اكو تشيو تنمو زين تنمو بروسس نسميها embryogenesis عملية تكوين الاعضاء عن شون العضو مالتي يكبر غير multiply غير الخلايا تنقسم بينما هاي انقسام الخلايا هم اسميها neoblasm لا او خلايا تموت عدي و يصير بها عملية التئام regeneration هم new growth of the cell هم اسمي 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 neoblasm لا بعملية الrepair عملية الrepair الالتئام او regeneration ما اسميها neoblasm او الhyperplasia تذكرون الhyperplasia it is sometimes it is normal for example الhyperplasia of the endometrium بطانة الرحم اللي تنمو during the menstrual period نين كلا فترات الدورة الشهرية هاي ما اسميها او abnormal growth ما اسميها abnormal او الbreast يصير ب hyperplasia during the pregnancy هاي ما اسميها اسميها neoblasm إذن مو كل new growth هي neoblasm اكو normal growth مثل بال embryogenesis بالregeneration بالrepair او hyperplasia سؤال الثاني what is the difference between this example of new growth and neoblasm شن الفرق ما بين بني اللي ها normal تحدث عندنا زين داخل الخلية وال neoblasm اللي abnormal growth يقولك بال neoblasm there is a loss of control and regulation of replications with the formation of abnormal mass يعني الشرط الاساس حتى اقول this is a abnormal growth افقد السيطرة على control ما سيطر بعد على انقسام الخلية ولا ولا اسيطر على regulations إذن انا عدي نظام داخل الجسم بالnormal قبل ما يصير سرطان قبل ما يصير نيوبلا هو يسيطر لي على control of the cell وينظمها من افقد هذا السيطرة لها loss of control and regulations فينش الحالة انتقل الى term جديد السيطرة يعني انا من اجي imperial genesis زين عبلة دا تكبر لانه او bone دا يكبر او دا يطول لانه normal لانه عملية نمو زين عبل دا يكبر البون او المسل under control hormonal زين under control and regulations شوقت ما افقد هذا ال control or regulations اتحول الى نيوبلا نيوبلا أو abnormal growth أو tumor زين شون اللي خليلي افقد هذا ال loss of control and regulations سؤال الوراء what causes such a neoplasm شوقت افقد السيطرة على نمو الخلية افقد السيطرة من يصير عدي mutation of a gene من يصير عدي طفرة غير طبيعية بالجينات مال الخلية زين زين لذلك من يصير هاي الطفرة اللي هاي الطفرة هي تكون راح تكون مسؤولة على تنظيم السيالغروف ابتوس اذا اخذناها والDNA repair اذا من عدي السيمولار من عدي مادة مسيطرة من عدي مادة مسارطنة اللي هي تجيني سميها السيمولار تجيني اما اكواير زين اما spontaniously او يعني اكواير spontaniously يعني اني دا اطي مثلا اشعاع او اطي دوة كيمياوي او induced environmental او الغروف الخارجية مثلا smoking industrial التلوف الطبيعي زين او السيمولار ما معروف سببها بعض السلطانات ما معروف سببها من موجود عدي هيك عوامل اسميها risk factors اللي عوامل خارجية وعوامل داخلية زين واللي سوي اللي mutation سوي اللي طفرة فيت حالة راح يسترعدي نيوبلازم فاذا اول شروط النيوبلازم تبكرون بالمحافرة الثانية زين اللي هي carcinogenesis شون يتولق الcarcinogenesis قلنا اول عامل هو المutation الرجم هذا راح يخربط لي يفقد لي السيطرة على نورمال و الدفجن الرجم وهذا الموتاشن الطفرة يأتي من عوامل اولا خارجية او داخلية او عوامل غير معروفة إذن اول عامل اول كوزينيوبلازم هي الطفرة الورافية اللي تصير داخل الجين سؤال what are the basic component of any tumor أنا عدي ماس عدي ماس عدي ماس زين مثلا عدي ماس بالبريس بالفدي أو عدي ماس بالنبر بالكبد بالكبد إذا أخذ هذا الماس أقصها ووديها تحت الميكروسكوب شنو الكومبينت شنو محتويات شنو مكوناتها مكوناتها 2 اللي هي يا أما برانكايمة اللي أقصد بالبرانكايمة معناتها أقصد السيل مالتها اللاينينك سيل أو سترومة شنو معنات السترومة السابورتينج تيشيو مثلا الكونكتف تيشيو البلاد بسولز أوكي أوكي كل تيومر يتألف من خلايا اللي هي عبارة عن نيو بلاستيكو ترانسفورب سيل خلايا اللي هي مسؤولة عن البايولوجيكال بيهايفير الف تيومر مسؤولة عن تصرفاته شكله شراسته من هو السيل وبعد السترومة اللي هي من السترومة جاية من النانيو بلاستيك فايبرس تيشيو جاية من الفايبرس تيشيو اللي كونتين بلد فسولز ان الفلماتري سيل يعني أنا من أخذ التيومر أشوف بيه نوعية السيل اللي موجودة سكويموس ووامنار وبعد بي بلد فسولز بي فايبرس تيشيو كونكتف تيشيو هاي كلها نسميها كومبينت مكونات التيومر أوكي لذلك مش أقول أنتقل إلى هاو كان وي كلاسيفاي إذن أنا أقدر على ضوء هاي المكونات فرنكاي ما أصره أسوي كلاسيفيكيشن أصنف الكنسر نعم أقدر أصنفه أكوردنك توات لينيكل أو بايولوجيكل بهيبيا بنجي على بعض أنواع السرطانات أقول هاي السرطانات شرسة تنتقل بسرعة هين ما تبقى مكانهم تبقى تهاجم غير أورغانز أوكي أسميها بايولوجيكل بهيبيا هذا وحده من الهو كان كلاسيفيكيشن أو أصنفه على أكوردنك توبه سيل أوف أورجن يعني هستوجينيسي فإذا أنا من أجي أكتب على أي تلك تيومر أقول بيناين تيومر على أساس من البيهيبيا مالتا من البييولوجيكا بنائيا أو أقول عليها ماليقننت لأنه من البييولوجيكا البيهيبيا مالتا زين اللي هو ماليقننت اللي هو لوكالي إمبيزيف أو أكرزيف اللي هو ينتشر زين بنفس المكان أو يروح على غير مكان بالجسم وبعد شنوك الأنذر بوينت بالكلاسفكيشن سيل أوف أورجنز يعني هاذا اللي تيومر جاي من الإبيثيليال لو جاي من المزينكايمة لو ميكس تايب من الإبيثيل والمزينكايمة إذن أنا شي استفاديت؟ استفاديت أنه الكومبيننت مال السيل مالأني تيومر بي سيل فروليفرتف سيل وبي سي ترومة اللي هي كونكتف تيشو وقردن توذيس قدرت أسوي كلاسفكيشن لتيومر أقردن بيولوجيكال بيهيفيور كصرفة أو شكلة أو صفاتة بناين أو ماليغننت ماليغننت أو سيل أوف أورجن هل هو أبيثيليال سيكوامل سيل أو مزينكايمل سيل أو توتاين خل نغره بمثال نغره بمثال على الكلاسفكيشن أو في تيومر أكوردن تبا كلاسفكيشن بيهيفيور أكوردن سيل بيهيفيور بعد سيل سيل بيهيفيور بناين تيومر وبعا شكا قسمت أو ماليغننت أكوردن تبا سيل أوف أورجن البناين قسمت أبيثيليا وماليغننت أبيثيليا ومزينكايم شخص بالمزينكايمة connective tissue that contain blood vessels هذا قسمة مثلا epithelial أقول papilloma adenoma adenoma يعني معلاته lining of epithelial gland of epithelial mesenchyma according to the origins جاي من الفibrous tissue من البلد vessels أو mixed ما بين epithelial والمزينكايمة من أجي على الملجنة epithelial أقول carcinoma من أجي على المزينكايمة شاسمي أسمي sarcona من أقول نفتشو أو it is a mixed type ما بين epithelial والمزينكايمة إذن آني على ضوء cellular behavior clinical behavior عفو and accorded to the cell of origin قسمة benign and malignant والbenign قسمة accorded to the epithelial اللي هو زين cell أو مزينكايمة عفو epithelial أو مزينكايمة ومطيك an example أو mixed type زين من أقول this tumor it is well-differentiated ما بين أقول this is sequamous cell carcinoma well-differentiated أو أقول sequamous cell carcinoma زين moderately differentiated أو it is poorly differentiated undifferentiated شنو معنات شنو معنات شنو معنات الدفرنشيت التصنيف مالت مين extend of which the tumor cell resemble the cell of origin morphologically and functionally يعني differentiated هو عبارة انه شوكت ما السل او التيومر سل يشبه السل of origin جاي من السكوامس يشبه السكوامس سل او سكوامس من الناحية الشكلية والفونكشن من افحص تيومر عندها المايكروسكوب اشوفه سكوامس سل كارسينوما يشبه السكوامس سل morphologically and functionally يعني ما اشك في اسبه كولامنار او كيوبويدا لا سكوامس مين عرفته من الشكل السل مالته والفونكشنال هي تيومر اللي السل مالته تشبه السل شكل الاصل مالته من الناحية الشكلية والفونكشنال اسميه دفرنشياشن والدفرنشياتد مزيان اعطيك مثال مثلا اقول this is a benign نيوب لازم it is والدفرنشياتد شنو معنات وال؟ يعني السل مالته رسمبل بير نورمال سيل أوف اوريجن يشبه الوريجن اصلا ميان جاي من الكولامنار لو جاي من السكوامس بنقول السكوامس سل كارسينوما معنا تسوء معرف شكله ما يقبل الغلاط ليش؟ مورفولوجيكلي and functionally لكن من اجي على الماليقننت نيوب لازم الوالدفرنشياتد وين اشوفه؟ اشوفه بالبنائن بالماليقننت تيومر لا اشوف عده وايد رينج أوف برينكايمال سيل اللي هي من والدفرنشياتد الى بورلي من وفوحه السيل مالته تشبه الوريجن الى السيل مالته التي هي تشبهها او تشبهها بصورة يعني بسيطة او بعيدة عن السيل مال أورجين كل ما بتعدت عن السيل أوف أورجين زمالته سميناه بورلي دفرنشياتد وصمتايمز ان دفرنشياتد او انا بلاستيك اللي هو اصعب او اشرص انواع الماليقننت اللي هو السيل أوف أورجين ما معروف ما قدر اقوله بسيز اسكويم السيل كارسينوما ما قدر اقوله ليش؟ ماذا اميز هاي السيل سيكويموس غير واضحة الملامح او فورلي دفرنشياتد او ان دفرنشياتد ما معروفة لا هي السكويم اصولها كارسينوما معناته اروح للماليقننت نيوبلازم للماليقننت نيوبلازم اوكي؟ ابن ابن اني هسا اخذت بعض الفكر بعض الفكرة عن النيوبلازم وشنون يصير النيوبلازم وشنون اصوي لكلاسيفيكيشنز كبير شي السؤال اللي بتروح what are cytological criteria of malignancy نعم عندنا تيومور بالليبر ويجي الجراحي يسوي لها اكسيجين يسوي لها رموف ويدز الهيستو باثولوجيكال الهيستو باثولوجيكال يسوي لها preparations بالمايكروتوم ويسوي لها الكات مثل ما تعرفون هايا ويسوي لها staining ويخليه بالمايكروسكوب شيفحص يفحص يخليه تحت الميكروسكوب يطلع السيل مالت او السلايد على هذا الشكل فنشوف التقرير مال او الهيستو يقول there is there is cytological changes in the seal which mean that the seal is malignant هاي السيل ترى malignant مو normal على اي اساس اعتمد او الهيستو باثولوجي اعتمد على الصفات التالية اعتمد على cytological criteria الصفات المميزة بالسيل اللي قدرنا نقول this is malignant seal عشر صفات ألقاها بالسيل حتى أقول this is malignant seal شنو هاي الصفات افخص السيل اشوف بها hyperchromatism dark christian nuclei dark christian معناتها hyperchromatism ليش hyperchromatism هي خلية uncontrolled division خلية فعالة شرسة كلش فلازم الخلية ما لتصير hyperchromatism هاي واحدة ثنين pleomorphism شنو معنات variation size and shape of the tumor seal شوف هاي خلية صغيرة هاي خلية كبيرة هاي خلية very small أكو pleomorphism أحجام مختلفة ماكو احنا بالnormal seal شوف السيل مصفطة مثل الطابوقة نفس size ونفس shape من أشوف أكو variation بالshape أسميها pleomorphism هاي صفة ثانية بالmalignancy بعد Nucleosis يعني besides shape of nuclei هاي نيوكلياي شبيرة هاي نيوكلياي صغيرة زين أكو زين تغير بحجم و shape of نيوكلياس شوف كم صفة زين hyperchromatism dark variation in the size of the cell variation in the size and the shape of the nucleus كلف صفات بنفس الخلية أو خلائها متعددة أقول this is malignancy بعد الصفة رابعة increase the nuclear cytoplasmic ratio N nuclei cytoplasmic ratio يعني أنا عدي normal ratio normal ratio ل nucleus 1 cytoplasm 4 شنو معناته معناته أنه النيوكلياس صغيرة والسايتو لازم كبير لكن بال 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 malignancy النيوكلياس والسايتو لازم نفس الحجم واحد 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 أنا المفروب عش عدي نيوكلياس صغيرة والسايتو لازم كبير 1 الى 4 بال malignancy لا يصلون 1 الى 1 يعني السايتو بلازم والنيوكلياس نفس المساحة إذن هذا نيوكلياس النيوكلياس سايتو بلازم ريش بعد نيوكليولار changes prominent nucleolus نيوكلياس مثل ما عدي ملتبل نيوكلياس ملتبل نيوكلياس ملتبل نيوكلياس اشوف ايضا prominent نيوكليولاس نيوكليوس كلش وافحة مبينة او اكفر من نيوكلياي اكفر من نيوكلياي 3-4 نيوكلياي صار عدي 5 5 cytological criteria لحد الآن hyperchromatism يعني dark nuclei pleomorphism different in the shape of the cell واحدة صغيرة واحدة كبيرة different in the shape and size of the nuclei نيوكلياس صغيرة نيوكلياس كبيرة وهكذا بعد الريش ما بين نيوكلياس وسايتو بلازم تتغير نيوكليولار اشوفها باعداد هائلة بالملتبل الستة loss of polarity شنو polarity disturb orientation of the cell loss of the organized relation to the basement membrane انا عدي بالنورمال سيل شنو عدي basement membrane بالنورمال سيل والخلايا مصفطة زين مثل الطابوب سير هابا سير فوقع سير ثاني وفالف الى عن اوكي هابا شنو هابا يسموها البولاريزم البولاراتي يعني الخلايا منتظمة منتظمة وحدة في صف اللخ ونفس الشكل زين نفس الشكل بالملتجنسي ألقاها loss of بولاراتي تنفقد هنا خلية هنا خلية هنا خلية يعني اتشرت الخلايا يعني مثل ما انت عندك كومة يعني عندك لوري مال طابوك تجي هابا اللوري تفرغ طابوك انتشر ناع طابوك شي ساوتا منتبني تاخذ الطابوكات الصفط العدل بالملتجنسي كومة مالطابوك loss of orientation of the زين يعني relation to the each cell تنفقد وخاصة البازمت ميمبران بعد ما يتوتك فيقى شي طبيعي يعني عدي abnormal عدي سيل طالعة من الطريق زين مجنونة هايجة فطبعا ألقي numerous abnormal or abnormal mitotic فيقى هذا abnormal mitotic هنا abnormal mitotic اوكي بعد abnormal mitotic ثمانية tumor giant cells من قد ما صار بيها abnormal division صار خلية كبيرة كلش وبيها multiple زين abnormal mitotic figure اسميها giant cell ملتي nucleated tumor giant cell وبالارج بزار نيوكليال خلية بيها اشكال وانواع من النيوكليال فاقد السيطرة فكل شي بيها abnormal النيوكلياس النيوكليولاس وهكذا صار عدي ثمانية زين نعيدها عيد cytological criteria hyperchromatism pleomorphism نيوكلياس 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 نيوكليار نيوكليار changes بعد loss of polarity mitotic figure tumor giant cell بعد عدي تاس high tumor giant cell أو نسميها mitotic figures increase over mitotic figures هيا نيوكليار in abnormal division طبعا mitotic figures abnormal mitotic figures هيا abnormal mitotic figures هيا abnormal mitotic figures بعد عدي هذا ايضا abnormal mitosis abnormal mitosis هذا abnormal كلها abnormal mitosis uncontrolled divisions فأشي أكيد يصير لي abnormal mitosis تاسعة functional changes هني اللي أعرف أنه sequamous cell زين sequamous cells زين هي produce keratin keratin أوكي keratin والhipato cell produce bile من تتغير functional changes أنه sequamous cell بعد متولد keratin أو الhipatic cell متولد piles أسميها abnormal functions خليها فقدت elnormal function ما لها أسميها functional changes أوكي functional changes كل ما الخلية retain functional أوكي كل ما بقت الخلية أزين تحافظ على وظيفتها كل ما صارت normal لكن من تفقد وظيفتها صير أنه sequamous من تولد بعد كيراتين أو الhipatocyte بعد ما تولد بايل أسميها functional changes أخليها بخانة cytological criteria for malignancy وأخير characteristic feature إذن عدي عشرة cytological feature of malignancy عشرة أخير شي هي كروموسومة abnormality طبعا كل tumor عدها abnormal genetic cumpel من DNA annulopolydeeb وهذا لأنه the number of the chromosome صارت غير طبيعية إذن reflected morphology بين increase من nuclear ليش قلنا واحدة من الصفات cytological criteria هو increase in the nuclear size nuclear size is that لبقى ratio من cytoplasm وال nucleos تتغير ليش زادت النucleos زادت النucleos سايد ليش كبر حجم النucleos لأنه صار abnormal chromosome abnormal chromosome لأنه الخلية فقدت السيطرة قام تنقسم كيف طبعا النucleos abnormal وفي شي طبيعي يصير increase in the size cell إذن لو ناخ revisions على cytological criteria هي عشرة hyperchromatism يصير أكثر بعد dark leomorphism the different size and the cell of tumor cell بعدين encyonucleosis different size of nuclear بعد loss of the higher ratio and the nucleus cytoplasm nucleolar أشوف أكثر من nucleolar بعد loss of polar التي خربط يصير بالتنظيم الخلية mitotic figure is that يطلع the tumor giant cell خلي بها أكثر من nucleoli يزيد abnormal mitosis وتسعة تفقد functions ما لها وعشرة abnormal chromosome اللي يؤدي إلى increase of nuclear size إذن إذن لهنا جزء الأول أو جزء المحاضرة الثالفة من النيواب لازم أو من الكنسر بالمحاضرة التي تأتي نكمل الجزء أو المحاضرة الرابعة التي تكمل إذن أنا أتوسع موضوع الكنسر موضوع مهم موضوع أخف منها معلومات كلما أخف منها معلومات أكثر أتهم الكنسر أي سؤال شكرا جزيلا